قال القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون محمد علي الجزولي ان استئصال الاسلاميين من الساحة السياسية السودانية ضرب من ضروب اللعب بالنار لمخالفته للوجدان الجامعي لمكون الحياة الاجتماعية السودانية ذات الاغلبية المسلمة وقال الجزولي لدى مخاطبته حجدا من مناصرية تيار بشرق النيل انهم يدفعون باتجاه تشكيل حكومة انتقالية يطراض عليها الجميع بما يحقق رغبات الشعب ويهيئ المناخ للانتخابات ورحب الجزولي بفتح ابواب الحوار مع الكائنات السياسية الحية بالبلاد بما يخدم خطى الوفاق الوطني والاتفاق على متطلبات المرحلة المقبلة